روي فيتوريا مدرب ان شاء الله ان شاء الله تصوري انا قلت الكلام ده على مرس الكرة ويا ربي يطلع كلامي برضو فيه شيء من المنطقة على روي فيتوريا الراجل ده يقدر ينجح مع منتخة مصر ونجاح كبير جدا نهياله ظروف وانا شفت بعناي انه مجلس دارة اتحاد الكرة اللي بننتقده كثيرا بس دلوقتي لازم نقول كلمة الحق انه بيساعدوه بيدعموه حسن معرفت والطقصت ما عندوش مشاكل مثلا في الراتب بتاعه جاهزه الفني بتحصل كل شهر ولا حاجة ما عندوش اي مشاكل وانا سألت روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قلت له هل انت مبسوط مع منتخة مصر بنسمع دايما عن عروض بتجيلك لفرق ومنتخبات هل انت مبسوط ولا ممكن تمشي قال انا مبسوط مع منتخة مصر ادام بحقق اهدافي وانا حققت اهدافي الاول النهاردة بالوصول لكأس الأمم الأفريقية ومدام علاقتي جيدة باللعبين فانا مكمل انا مكمل ما عندش اي مشاكل فالراجل مكمل مع منتخب مصر زكي محترم مع جاهز فني رائع ولعبين رائعين اللعبين بقى لعيب المنتخب في حالة حلوة بينهم انا شفت ده في التدريبات شفت ده في المعسكر شفت في حالة حلوة وحالة نفسية رائع جدا سيقبقى يقول لك سمين زعلان من مين ومين مدائم من مين ومين زعلان اللي ما بيلعبش ومين زعلان انه دخل فيش الكلام ده خالص العلاقة حلوة فيها التزام شفت كمان حب مش طبيعي مش طبيعي هو يعني اكتر من الطبيعي بشويتين هو الطبيعي ان احنا نحب محمد صلاح كلنا يعني بس همون بيحبوه قوي بيحبوه قوي وفرحانين بي كابتن وبيساعدوه وهو بيساعدهم ويتعامل معهم كويس جدا الوضع بالنسبة لمنتخب مصر كان وضع رائع جدا حتى مع الشوت الاول اللي كان فيه بعض الاخطاء الكثيرة ادرب بسرعة فيتوريا يعدلها في الشوت تاني ونكسب هذه المباراة بشكل رائع جدا احنا نجاحة جدا لمنتخبنا الوطني وزي ما قلت لك اشادة بلوي فيتوريا اشادة بالجهاز الاداري بقياد محمد غرابة اشادة بحازم امام المشرف على المنتخب اشادة بصراحة باتحاد الكورة بشكل عام يقول لك ايه الحق ده بيجاملهم مفيش اي حاجة بكرة هننطاق التاني عادي جدا بس الوضع بالنسبة لمنتخب هو كان وضع جايد جدا ولمسته بعيني وشفته بعيني فالامور ان شاء الله تبقى جايدة الفترة اللي جاية وان شاء الله روي فيتوريا يقدر ينجح مع منتخبنا الوطني الف مليون مبروك لمنتخبنا الوطني الف مليون مبروك للنادي الاهلي اسبوع رائع جدا اسبوع يفرح جدا ويا رب دايما يا رب دايما الكرة المصرية رياضة المصرية في اعلى المراتب بإذن الله